وينضم إلينا من بيروت مراسلة الغد ليلة خليل ليلة الأنباء بشأن الباخرة متضايبة جدا في الحقيقة هل دخلت فعلا الباخرة الإيرانية إلى سوية أم هو ترويج إعلام إيراني للمسألة؟ يعني يمكن للإعلام الإيراني والوكلات الإيرانية أن تقول ما تشاء ولكن بحسب مواقع التي تتبع مسارات السفن عبر المياه تقول بأن السفينة الإيرانية التي انطلقت أول واحدة انطلقت هي لم تقطع حتى قناة السويس ولم تصل إلى البحر الأبيض المتوسط وأن السفينتين الأخرتين واحدة خرجت من أحد الموانئ في إيران وثانية لا تزال تتواجد في المياه الإيرانية إذن هذا بحسب مواقع تتبع السفن هي مواقع عالمية بالطبع هذه المواقع قالت بأنها ستكشف تباعا عن أسماء هذه السفن عندما تدخل إلى البحر الأبيض المتوسط إذا ما تمت الموافقة على كشف أسمائها من قبل السفن ذاتها وأن السفينة التي وصلت منذ بضعة أيام إلى سوريا هي عبارة عن ناقلة نفط خام يتم إرسالها بشكل دوري وشهري من إيران إلى سوريا وهي تحمل حوالي 730 ألف برميل من النفط الخام ولا علاقة لها بالسفينة أو السفن الثلاثة التي من المفترض أن يتم إرسالها لمساعدة لبنان والتي تحمل المزوت والبنزين طيب ليلة بالتأكيد هذا الموضوع له تداعياته على السياسيين القادة السياسيين في لبنان كيف تعاطوا مع مسألة الباخرة الإيرانية أو المزوت والبنزين الإيراني؟ بالطبع ككل القضايا هذه القضية هي محط خلاف وجدل بين اللبناني منذ اللحظة الأولى عندما أعلن أمين عام حزب الله أنه سيكون هناك مساعدات إيرانية وسيتم إرسال بواخر تحمل محروقات وبالتحديد المزوت والبنزين كان هناك جملة من المواقف المنددة والمستنكرة والتي تؤكد بأنه إذا ما فعلا وصلت هذه السفينة إلى موانئ لبنان ستخضع لبنان تلقائيا للعقوبات خاصة وأنه إيران هي بلد خاضعة للعقوبات لمختلف العقوبات الأمريكية ولكن هناك اليوم البعض يقول بأنه هذه السفينة أو هذه البواخر الثلاثة قد لا تدخل المياه الإقليمية اللبنانية ولن تفرغ حمولتها في أي من الموانئ اللبنانية تفاديا لهذا الموضوع ولربما ستفرغ حمولتها في أحد الموانئ السورية وعلى الأرجح ميناء بنياس ومن ثم يتم نقل هذه الشحنات المحروقات المزوت والبنزين إلى لبنان عبر البر بالأمس أيضا أود أن أشير وألفط إلى زيارة الوفد وفد الكونغرس الأمريكي الذي التقى بالأمس عدد من المسؤولين حمله رئيس مجلس النواب نبي بري رسالة بضرورة أن يكون هناك حرية الاستيراد والتصدير عبر الحدود البرية مع سوريا كي يرتاح لبنان قليلا من الأزمات الحياتية والاجتماعية والاقتصادية الضاغطة عليه لبنان لا يستطيع اليوم أو حركة الاستيراد والتصدير تراجعت عبر سوريا بسبب العقوبات وقانون قيصر وطلب من الوفد الأمريكي أن يكون لربما هناك استثناءات في المستقبل لكي يرتاح لبنان ولكي يكون هناك استيراد وتصدير عبر سوريا شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات من بيروت ليلى خليل